ترشح الدكتور بيدر الداهوم بناء على حكم صادر لصالحة من المحكمة الأعلى وهي محكمة التمييز إلا أن بعد فوزة في الانتخابات قررت المحكمة الدستورية بطلان ترشحة بالمخالفة لحكم التمييز واستندت المحكمة الدستورية في قضاءها على قانون كان صادر سنة 2016 وطبقت على واقعة حصلت سنة 2014 وكانت هذه الواقعة قد صدر فيها حكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ وهذا الحكم الأخير أصبح كأن لم يكن وفقا لنص المادة 82 من قانون الجزاء أي أن الداهوم وقت نظر المحكمة الدستورية للطعن الموجه ضده يعتبر غير محكوم عليه بقوة القانون وبعد هذا الإيجاز يحق لنا أن نتساءل هل يعقل أن يحتاج الشخص لحكم يعطي له الحق بالترشح ثم يحتاج لحكم آخر بعد فوزة بصحة ترشحة وإذا كان الأمر كذلك فما هي قيمة الحكم الأول وهل يعقل صدور حكم ببطلان ترشح شخص لم يسمح له بالترشح أصلا إلا بناء على حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فإذا لم يكن ذلك إهدار لقوة الأمر المقضي فكيف يكون الإهدار وهل يعقل أن يطبق على واقعة حصلت في 2014 قانون صدر في 2016 فإذا لم يكن ذلك تطبيق للقانون بأثر رجعي فكيف يكون الأثر رجعي وهل يعقل أن يحرم شخص نهائيا من الترشح استنادا على حكم صار يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون فإذا لم يكن ذلك تجاوز للمنطق القانون فكيف يكون التجاوز ولأن الأمر لم ينتهي بعد ولا يجب أن ينتهي خاصة أنه معروض مرة أخرى على محكمة التمييز المنتظر منها الإجابة على تلك الأسئلة وأولها ما هي قيمة حكمها الصادر بصحة الترشح أخيرا وعلى الهامش عندما يصبح كل ما لا يعقل واقع نعيش ونتجرع مرارته على مختلف الأسئلة ندرك أن الخلل أكبر وأعمق وأخطر مما نتصوره وأن المعالجات ما لم تكن عميقة وجذرية ستبقى مشوهة ومؤكدة